غارات اسرائيلية استهدفت مقار لكتائب القصام الجناح العسكري لحركة حماس وصرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مراسل العربية قال ان الغارات تركزت على مدينة رفح جنوب قطع غزة وحي الزيتون وسط القطاع تحرك عسكري اخر شهدته الضفة الغربية تمثل بهدم الجيش الاسرائيلي منزلي المشتبه بهما الرئيسيين في عملية خطف المستوطنين الثلاثة هذه التطورات تأتي بعد تهديدات اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان تدفع حركة حماس الثمن غاليا الحكومة الاسرائيلية المصغرة عقدت اجتماعا طريقا لساعات لم تعلن في ختامه اي قرارات عملية لكن التوجه السائد هو المضي في الحملة العسكرية ضد حماس في الضفة الغربية حركة حماس ردت على لسان ناطق باسمها بان تهديدات نتنياهو لا تخيفها وانها سترد بكل قوة اذا ما اقدم الجيش الاسرائيلي على استهداف غزة قصة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة تعتمد فقط على رواية الاسرائيلية والاحتلال الاسرائيلي يحاول توظيف هذه الرواية لممارسة العدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى المقامة وتحديدا على حركة حماس نحن نؤكد ان التهديدات الاسرائيلية لا تخيف حركة حماس ولا قياداتها ولا شعبنا الفلسطيني على الاثر دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة الفلسطينية الى اجتماع طارئ لدراسة تداعيات اي تحرك اسرائيلي حملة عسكرية نفذها الجيش الاسرائيلي على مدى ثمانية عشر يوما عثر بعدها على جثث المستوطنين الثلاثة المختطفين في حفرة بارض زراعية شمال الخليل وفيما يبدو تحرك الاسرائيلي الاولي خطوة نحو رد عسكري قد يكون اعلف خلال الايام القادمة تشهد الضفة الغربية حالا من الترقب ممزوجة بمخاوف من تصعيد عسكري اسرائيلي قد يفوق جميع التوقعات رياض عشور العربية